السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رح نتحدث اليوم عن كيفية التسجيل في منصة روضتي للأطفال من ثلاث سنوات إلى ست سنوات في البداية لازم ننزل التطبيق التالي وهو روضة افتراضية بعد ما ننزل من المتجر روضة افتراضية نفتح هذا التطبيق أعزائي الأطفال مرحبا بكم في الروضة الافتراضية حيث التعلم والمرح رح نبدأ بالدخول ولي أمر أو المتابع فقط للدخول الرجاء إدخال الأرقام التالي رح يظهر عندي الشاشة بهذا الشكل رح أدخل الأرقام موجودة فوق كل مربع عندي ثلاثة نضغط على ثلاثة ثم ستة من المربعات اللي باللون الأخضر ستة صفر ثلاثة نبدأ الآن بالدخول رح يظهر عندك هذه الشاشة بهذا الشكل روضة افتراضية تسجيل الدخول رقم الهوية وكلمة السر فأنت الأغلب الموجودة هذه طبعا له جديدة رح يسجل إنشاء حساب جديد في الأسفل موجود عندي إذا لم تملك حساب يرجى إنشاء حساب فأنت تضغط على هذا إذا كنت جديد وإذا كان سابقا موجود العام الماضي كنت موجود بالدخل له رقم الهوية وكلمة السر فنبدأ الآن بإنشاء حساب أولا رح يطلع عندي إنشاء حساب بهذا الشكل لولي أمر طفل أو معلمة رياض أطفال فإذا كنت ولي أمر رح تختار الأيقونة اللي في الأعلى إذا كنت معلمة رياض أطفال رح تضغط الأيقونة اللي في الأسفل الآن رح ندخل بولي أمر طفل فالآن بيظهر عندي بهذا الشكل هذه الصفحة الروضة الافتراضية إنشاء حساب جديد رقم هوية ولي الأمر رح ندخل السجل المدني لولي الأمر في البداية الحقل الثاني رقم هوية الطفل أيضا السجل للطفل وتاريخ الطفل الميلادي ثم تاريخ ميلاد الطفل الهجري بالهجري والميلادي طبعا تسجل الاثنين ثم نضغط على التالي السجل المدني لولي الأمر السجل المدني للطالب ثم تاريخ الميلاد الهجري والميلادي للطالب بعد ذلك نقوم بالضغط على التالي بهذا الشكل الآن يطلع عندي مثل ما هو ظهر في الأعلى الاسم اسم ولي الأمر كامل ثم بعد ذلك نقوم باختيار كلمة السر فكل واحد رح يختار رقم السر خاصة في هذه الحقول نضغط على تسجيل ثم رح يظهر عندي نتيجة مثل ما نشوف إحسين علي أحمد آل علي بهذا الشكل ثم نضغط الخيار الأخير وهو تسجيل رح يظهر عندي استبيان انطلاقا من أهمية الاستثمار في الجيل الحديث ومواكبة الانفتاح الرقمي والأساليب التعليمية الجديدة نسعى لمعرفة آراءكم وملاحظاتكم من خلال تعبية الاستبيان التالي الاستبيان أو اذكرني لاحقا خليها لاحقا الآن رح نشوف طلع عندي الآن اسم الطفل إحسين النقاط المكتسبة الملف الشخصي عندي هنا يقاف الطفل تقارير الوحدات تقارير الاستخدام الاطلاع على المحتوى حقيبة الطفل طبعا بهذا الشكل نكون طبعا احنا سجلنا الطفل في منصة روضتي الى هنا الآن خلصنا من طريقة التسجيل في منصة روضتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته